الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو تتاقد ان عيته في قبس شايف برج الدلو يحب بي او عاوز يقدم مشاعر لحد او عاوز يعترف بمشاعر لحد او عاده طاقة سماح او طاقة خير او دي طاقة في العام يعني انت شخص ممكن بتحسد دا دلوقتي طاقة مشاعر طاقة حب ممكن تكون بتساعد اشخاص لان دي طاقتك العامة ممكن تكون بتساعد ناس مثلا على في حاجة مثلا بتقدم مساعدات بتقدم خير طاقة برج الدلو ناطح اكتر او انت عاست يعني تتلم حد عن مشاعرك او ممكن بس خايف من رفض او ده حصل وحصل فيه وحصل فيه رغض انا شاف فيه هنا عندك مشاعر بشكل كبير او لكن فيه زعلة فيه خوف من رغض فيه رغضة في تحرر من افكار فيها خوف وانك تدخل مثلا في العلاقة بقلب جامد او تعترف بمشاعرك او كده او فيه حاجة انت حاسس فيها انك انت تسرعت تسرعت وطلبت او بينت مشاعرك لحد او قدمت مشاعرك لحد فهذه الطاقة بتاعتك في الوقت الامحي طاقة شريك برج الدان او ممكن شريكك ممكن يكون اصدر منك ممكن يكون طاقة بداياتك بادئ حاجة جديدة طاقة شريكك طاقة شريكك ممكن يحاول ينفع موقف ينفع تصرف ينشغل في امور تخص عمل تخص مشروع جديد تخص حاجة جديدة في حياته لانه هو فيه مود صعب عاوز يخرج منه في الوقت الحالي فبيحاول يتحرر منه بالانطلاق بالبداية الجديدة ممكن شريكك يكون من برج ناري او من برج مجن فطاقة في الوقت الحالي هو رغبة في بداية شئ جديد ممكن يكون في الوقت الحالي بيظهر لك تجاهل مثلا لك او للعلاقة دخوله في معطرف ثالث او اهتمامه الاكتر مثلا باصحاب بعلاقات لكن هو من هو فيه حزن وهو بيحاول يدريه بالشكل الخارجي طاقة العلاقة ما بينكو انتو الاثنين فيه حد هنا كان معطاق فيه حصل غدر حصل خيانة حصل سرقة حصل خداع حصل دخول في طرف ثالث حد مثلا اكتشف ان الاخر عنده طرف ثالث لان انا شايفه الموضوع ده ظاهر في القراءة بتعينكو امي برغم ان حد قدمت كتير في العلاقة دي ولو هي علاقة جديدة يبقى فيه رغبة بالاعتراف في المشاعر لكن طرف شايف التاني مشغول مثلا بحزنه او حاسس ان هو عنده شريك او بالفعل ان هو عنده طرف ثالث حد فيكو يعني فدي شكل العلاقة ما بينكو في الوقت الحالي ايه مشاعر تجاهك نويا هتطوره القادمة مشاعر تجاهك انا شايفها رحيل في الوقت الحالي العلاقتي فيها مفصال فيها مفصال وفيها ودع قلب وفيها مشاعر حب في نفس الوقت لكن يا اما مش قادرين تقولوا عنها بسبب وجود طرف ثالث يا اما انتو فيه شئ سعب حصل هنا في العلاقة دي من حد فيكو يعني وفيه حاجات تخص العطاء او المبادرة بحاجات قويزة وبطرف قابل ده بغير كده يعني شايف هنا دقيته في قبض في مشاعر حبيبك مشاعر احيان شخص ده راحل وهو بسبب انه مش راضي عن العلاقة يا اما فيه احاسيس غير مكتملة يا اما علاقة غير مكتملة يا اما زي ما قلت فيه حاجة فيكو عنده طرف ثالث مشاعر شيك بورج الده اه فيه هنا الرحيل ده جي بعد ان تظاهر كتير مثلا فيه حد مل مل من اللي حاصل مل من وجود الطرف الثالث مل من كتر نوع مشاكل معين بيتكرر او بيحسب بشكل متكرر في العلاقة فخلوا بلقوا من نقطة زي ده مشاعر تجاه في الوقت الحيلي ده مشاعر حد ادى ده ده راحل وللمجهول يعني هو مش محبة حدا معينة هو رايح لها في الوقت الحيلي ولذلك هو هنا عنده البيجوفون اللي هي حماس لبداية جديدة بداية جديدة بقى لان هو يمتلك المعصابه لكن في جواه لسه كسل القلب ده او الحزن ده موجود موجود بسبب كمان ان فيه انتظار طال في العلاقة دي نويا تجاهك او انتجاه العلاقة السابين او سبين تيكل اللي هو ده نويا تجاهك او انتجاهك العلاقة اذا بس تخذلك هنا في المشاعر الرومانس مشاعر شئي بورا جدا نفسي كلام رحيل نفسي كلام رحيل بالحفل ده شايف ان هو او العكسي اما انت جديته كثير في العلاقة دي يا اما هو اللي انت كثير في العلاقة دي وتعب وزيق وقرر الابتعاد في الوقت الحالي شايف ان هو بيبذل مجهود كثير قوي على مفيش او على لحظات ممكن تكون عبرة في العلاقة دي انا شايف ان هنا فيه مشاعر حب ومشاعر حب قوية لان شخص كمال لما يكون حزين كده او قلبه موضوع فده معناه ان فيه مشاعر حب او طاقة حب قوية تجاه الطرف الاخر او تفكير بشكل جدي لكن العلاقة هي اللي فيها صعوبات في الوقت الحالي فنخليه طاقة التفكير عمنا كده حاجات نويات اجاه او تجاه العلاقة الشخص ده ممكن يكون كمان بيحاول ان هو يبدأ حاجات جديدة لكن مش بيعرف الشخص ده انت بالنسباله حد مميز يعني او انت بالنسباله او الحب او 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 الاحساس بالفرحة الشخص ده جمان بيحس تجاهك احساس الام جدا فالشخص ده في نويات تجاهك او تجاه العلاقة ان هو يعمل تغييرات وهيقودوا لده مشاعر القوية تجاهك او تجاه العلاقة وممكن هنا كمان ان اليتوف قبس ده بيكلمنا عن رحيل لكنه رحيل مؤقت بسبب يعني انه هنا بالفعل اليتوف قبس بيبقى فيه 8 كبات وال 8 كبات بيبقوا موجودين على حلهم لكن الشخص هنا اللي بيسيب 8 كبات على حلهم ده يعني الحاجة واقعة والحاجة فضية والحاجة مقصورة وبيمشي بسبب ان هو عاوز الاثنين التانين فيكون هنا فيه نوع من انواع السعي لاصلاح الامور اما انا امشي لحد ما انت اتصلح امورك او انا امشي لحد ما انا اصلح اموري او الامور تتصلح لوحدها او يحصل فيها خير بشكل افضل المهم انه ده وقت رحيل بالنسبالي ملل زحق عدم رضا لكن هنا انا شايف فيه حد بيحاول ان هو يستعمل كل حاجة هو يقدر يعملها علشان يعجل تغيير وبيأكد ده كمان الكارت اللي بعد كده في خطواته القادمة فعلا ده كارت الدرس فعلا ده يكون فيه تغييرات يعني بالشخص ده ممكن يكون فيه اشخاص متعوق العلاقة او مشكلات او حاجة موجودة من الماضي او حزن موجودة عند الشخص ده مهم ان هو يتخلص منه او يستعيد نفسه من اول وجديد فواضح هنا الرغبة الشديدة في التغيير حتى في طريقة الرحيل ممكن للبعض منكم الشخص ده يكون مشه من غير سبب يعني من غير ما يقول لك الاسباب قلب الدم ايه خطوات شديدة القادمة الشخص ده يفكر في خطواته القادمة ان هو يعمل تغييرات ممكن الشخص ده يكون مثلا بيعاني لبعض منكم وفاة حد عنده مشكلة حالين هو بيمر بها بالفعل محاولة للتغيير مثلا تخلص من بعض الاشخاص بتعوكل علاقة شايفة فيه تخاطر شايفة فيه رغبة من تفكير طاقة تفكير كوية جدا بتقرق الشخص ده ما بتخلهوش يقدر ينام انا شايفة طاقته صعبة جدا حتى هنا لو هو هنا بيظهر العكس بان هو بادئ حاجة جديدة او منطلق او كده او بيخرج مع اصحابه او بيقضي وقت لطيف لكن هو برده جواه قلبه حزينة جواهنا شعر حب كبير او اتجاهك يا برج الدرج او ليه هنا بقى هو بيغير و بيفكر و كده ان هنا في الاود قامل العلاقة انا شايفة او بيقول ان في خير جاي في العلاقة دي او ان الشخص ده بيحاول ان هو مثلا العلاقة دي يحصل فيها نجاح و يحصل فيها استقرار واستقرار 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 او استقرار واستقراره يكون مرضي ديكو جدا لان لا التينوف بنتيكال قمة الاستقرار وهنا كمان في الطاقة بتاعتكو او في طاقة الورق اللي خرجت كان التينوف كابس و معيها اسوف كابس ففي فعلا يتخلص من حاجات صعدة شخص ده بيمر بيها في الوقت الحالي عنده مثلا حد تعبين ممكن يكون هو المتعبين في طاقة تفكير كتير قوي فيه مشاكل حصلت في العلاقة فيه حد رفض التاني بشكل مثلا التاني او اكتشافه وجود طرف ثالث لان الطاقة هنا بتقول حاجات كتير قوي فكل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب ليه فهنا طاقة او الاوتكامل العلاقة التينوف بنتيكام التينوف بنتيكام زي ما قلت بتقول ان فيه استقرار كبير مرضي ديكو انتو الاتنين ممكن كمان يكون فيه شراكة عمل نجحة جدا الاوتكامل العلاقة انتو هنا هنلقوا التينوف بنتيكام والتينوف والتينوف صارت العشع سيوف فهنا برضو انتهاء القلم او دي مرحلة بتتغير ممكن انتو بتمروا بمرحلة صعبة جدا في الوقت الحالي يعني انه يحصل كل ده اما محتاج قوة ارادة منكو وان الحب يكون اقوى من اي حاجة تحصل اما موضوع محتاج مثلا انه يتغير بمعجزة يعني او بعضوك مثلا استعمل كل حاجة ممكن تكون موجودة في يده وهيلجأ مثلا القوة روحية يعني دعاء يكون مستجاب حاجة زي كده لكن انا شايف هنا انتهاء وشايف هنا طاقة الاكتمال يعني هنا الالم اكتمل وقرب ينتهي لان فعلا جارة الدس دي مرحلة تغيير وانتو في مرحلة عبور في الوقت الحالي بالتغيير ده شايف هنا في احتمال عنده طرف ثالث ممكن يكون فيه خروق بشكل كبير قوي في العلاقة دي للطرف الثالث اين كان ايه هو الطرف الثالث شايف هنا كمان فيه اجتماع بينكم وانتو الاثنين لكن برضه ما قال ليش برضه ان فيه ارتباط او زواج لكن فيه مشاعر فيه تبادل مشاعر فيه اعتراف بحب فيه مصالحة فيه وجودكم مع بعض وجودكم مع بعض باستقرار ومشاعر حب بمتبادل الاول كامل العلاقة برج الدرب فيه اوقات حلوة بس انت حاول في الفترة زيه برج الدرب ما تكونوش بيتحددوا ان المفروض يحصل بالضبط او كل طرف مفروض ان هو يعمل ايه بالضبط يعني حاولوا او متعنوش كنترول على المشاعر بتاعتكم او على الموقف البيحصل لانه هيعدي بعضوكم ممكن في الوقت الحالي يكون متذمر يكون متداير يكون بيتعصم يكون عايز الامور تمشي بشكل معين الامور ان هي تمشي كده في الوقت الحالي فده الافضل لان كارت الدبس ده بيلغي او بيموت حاجات سلبية كتير علشان التغييرات اللي هتحصل والتغييرات هنا انا شايفة ان هي لازم تحصل حتى لو فيه حد بمزالي هو فعلا عايز تغييرات تحصل فيه هنا تغييرات لازم تحصل خارجة عن ارادتك وعن ارادته وهي لمصلحتك او لمصلحت العلاقة بشكل عام شايفة هنا انت بالفعل لقيت شريكك المناسب فانا شايفة انك انت هتحس ان الشخص ده هو لحد المناسب لك هيبقى فيه فعلا تبادل مشاعر وهيبقى فيه لحظات حلوة في العلاقة في الطاقة الحالية فيه تبادل للمشاعر وفيه حاجات نجحة او مستقرة بينك وانتو اللي اتنين ولحظات حلوة في العلاقة دي ااااااااا اقلوكم الابراج الموجوده دلوقس بس لم نشوف وان قادم لبرج الدلو من القادم من قادم لبرج الدانو انا شايف هنا كمان في خروق لطرف تالي من قادم لبرج الدانو طرف تالي ممكن يكون مسيطر في العلاقة ممكن يكون زوجة ام او الاتنين او فيه اشخاص بيسيطروا على جميع حد فيكم يعني فيه حد فيكم هتحرر من اشخاص ممكن تكون بتتحكم في عراقه وتتحكم في تفكيره لكن انا شايف فيه تمثق قلب العلاقة دي فيه مواجهات هتحصل في الفترة اللي جاية او اعتراض على شكل ما او على وجود طرف تالي في العلاقة وشايف ان فيه مصرحة هتحصل او فيه كلام من قادم في حيات برج الدانو برضو وجودك مع شريكك باي شكل كان المهم ان فيه طرف تالت هيخد ايا كان ايه هو الطرف التالت ده واذا ما فيش طرف تالت خالص ففيه اعتراف بمشاعر فيه حد هيعترف لك بمشاعر لكن انا شايف هنا حتى ما فيش طرف تالت ففيه حد فيكو كان عنده حاجة او العلاقة دي او حد فيكو كان فيها مشكلة او كان فيه حد بيسيطر على طرف انت او الشريك بتاعك مال قادم في حياة برج الدانو مال قادم في حياة برج الدانو شايف فيه عندك كمان توازن بيحصل شايف عز بعض الان ده مال قادم عموما مش مال قادم شايف كمان ممكن تكون استقرار نوعا ما في وضع مادي او توازن في وضع مادي مثلا بعضوكو ممكن يكون عينة من خلل في عمله في زروفه المادية شايف فيها يحصل توازن شايف فيها يحصل انتقال مثلا لحاجة اعلى في موضوع الشغر شايف فيه تخلص او راحة لانتعب مال قادم البرج الدانو بصوا هنا ده كمان حد هيتكلم حد هيتقول عن مشاعر من قادم نقول جده طيب فيه علاقة باست لايف علاقة باست لايف وفيه كلام فعلا بغي يحصل نفسه هنا فيه كلام والشخص ده انت هتقابله وهيحصل فيه مصرحة وهيحصل فيه كلام العلاقة دي علاقة باست لايف ممكن تكون بتحصل فيها حاجات كتير في الوقت الحالي لكن فيه تغييرات جاية فيها اكيد في الفترة اللي جاية شايفة كمان هنا فيه نوع من انواع الادمان او التعلق بشكل ادماني من حد فيكو بيأثر على العلاقة فده هنا تحذير او انك تحذر من وجود حاجة زي كده او انه حاجة زي كده تكون لها تأثير على مصاري العلاقة او ان هي تروح لحاجة افضل فاللي عنده تعلق لان هنا كمان شفت حاجة برضه فيه كنترول على مصاري العلاقة فخلوا بالكم النقطة ازاي دي سيب الموضوع في الوقت الحالي يمشي بسهولة علشان تقدر تنتقل من المرحلة التانية لما انا في مرحلة معينة من مراحل التغيير بكون رافد او بقاوم او متعصب او عايز شيء يحصل بشكل معين فانا بستمر في الطاقة دي لوقت اطول حاولوا تشغلوا ونستقوا بحاجة تانية لان فيه تغيير فعلا جاي في العلاقة دي بشكل احسن شايفة هنا برج الاسد الجوزاء الدل وزيج شايفة برج الحمل برج الحمل برج العقرب برج الحمل وبرج العقرب وشايفة برج الاسد الحوط الفرطان الحمل تاني دي الابراج اللي موجودة معيك يا برج الدل تشوفي جابت الملاقيكة حلو جديد هنا بيقولك خلال عام من الان وفيه عندك وفرة وخير وفرص وحاجات مادية فيه فلوس كتير جاي لك خلال عام من الان بعضهم ممكن يكون امقوا في الوقت الحالي مثلا جانب مادية لان انا شفت هنا برضو زي ما قلت فيه عدم توازن في الجانب المادي فما تقلقش في الفترة دي فيه حاجات فيه خير كتير جاي لك وفيه وفرة كتير جاي لك في الفترة اللي جاية يا برج الدل شايفة هنا كمان وهنا فيه حاجة تانية احسن او فيه حد تاني افضل او فيه حاجة تانية افضل ممكن تكون حلول وممكن يكون دخول شخص في حياتك المهم ان فيه حد مناسب جاي لحياتك فيه حد شريك او حبيب داخل حياتك سواء ده او غير عشان كده مطلوب منك ما تقومش التغييرات في الوقت الحالي وما تكونش عايز الامور تحصل بالشكل اللي انت محدده سيب الامور تحصل كده لان فيه خير انا شايفية جاي لحياتك لكن بعضهم ممكن يكون عصابه ومش او رافت نوعا ما الوقع بتاعه في الوقت الحالي لو انت مرفضتش وانت حسيت بحالة من الرضا في الوضع الحالي فانت بتسمح له ان هو يمر بسرعة وان يجي الوضع ان سيكون ذا الهياني ده او الهياني انسان انسان ترجمة نانسي قنقر